هذا الأخ السائل يقول في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أرجو أن تقفوا فيما يستفاد من هذه الآية يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية من سورة التوبة نزلت بمناسبة غزوة تبوك التي كانت مسافتها بعيدة وكانت في شدة الحر فلم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون الصادقون في إيمانهم وتخلف المنافقون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لهم بالتخلف عن الخروج لأعذار ذكروها وهم كاذبون في ذلك فثبت أهل الإيمان مع بعد المسافة وشدة الحر وطيب الثمار خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم راغبين في الأجر والطاعة رضي الله عنهم ورجعوا سالمين ولله الحمد ولم يحصل قتال لأن الرعوم لما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم وخروج أصحابه معه أصابهم الرعب فتخلفوا عن الغزوة وكتب الله أجرها للمجاهدين المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هي آخر غزوة قزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين نعم ترجمة نانسي قنقر